السلام عليكم. طلاب بركاته. معاقه عبد الرئيس حسن. انا نشتغل نهاردة في اول درس من دروس لمبستاك على دكر. الدرس النهاردة هنتكلم بزاي نشغل الانجل اكس بس. تمام? طيب. اول حاجة نعملها نروح على الفولدر بتاعنا وهنعمل هنا فايل هنسميه دكر كومبوز دوت واي امل. طيب. طيب بس نزاهم كليا شوية عشان تبديني اوضحة بنسبة لكم. تمام? اول حاجة محتاجة هقوله هنا تلاتة. بشكلة. تاني حاجة هقوله هنا. هسمي نتوورك. هعمل نتوورك. اسمها الله عرف المسلا. وهبدأ هعمل هنا السيرفز بساعته. تماما احنا نعمل التلاتة سيرفزز. واحدة خاصة بالنجنكس. واحدة خاصة بالمي سيكول واحدة خاصة بالبي دول تلات سيرفزز ان احنا نعتمد عليه. تمام? طيب اول حاجة هكتبنا سيرفزز. واقوله اول سيرفزز هسميها انجنكس. بشكلة. تمام? طيب. اول حاجة دايما لما اجل عرف سيرفز لازم اقول لي سيرفزز دي هتشتغل على ايميج اسمها ايه. تماما? فاول الاعتمد ده ما اسمه ايميج تمام? وبعد الامج دي هادنتفاي الامج اللي انا المفروض هبول منها من دوكر. طبعا انا هجيب الامج دي منين? يا اما انت عارف اسم ايميج معنا بتتعامل معها على طول? او ان انت هتروح على دوكر هب. دوكر هب. تخش هنا. هتقول له بس هنا انا عايز اسررش على ام ايميج اسم بتعامل مع الانجنكس. بالشكل. فيطلع لك الامج اسم تاعت الانجينكس لو تعامل مع الامجسيكول ممكن تدور على الامجسيكول وهيطلع لك الامجس انتعامل مع الامجسيكول. اختار اللي انت عايزو. تمام? في باكجين هتعامل معها. اسمها الانجنكس. طبعا زي ما شايفين اتشغل تمام. طيب ده كان اول حاجة الامج اللي انت هتعامل معها او هتبول منها او هتشتغل عليه. طبعا تاني حاجة طبعا انت بالشرط تحط يعني ممكن بتحطش بس هو ياخد اللي موجود في ساعته. طبعا? بس انا بفضل دايما عشان يبقى الموضوع بالنسبة لك و هتبقى عارف انت عامل ايه بالزبط? تمام? حط اللي انت عايز يعني. قلو هنا مسلا هنقول له مسلا خدمات مسلا طبعا? وبعد كده اخر حاجة هقول له هنا اللي انا عليها. هقول له هنا انا مسلا عن اللي اسمها طبعا? قبل بس ما هقول له في حاجة احنا نسينا نقولها حاجة اسمها بورتس. البورتس دي مهمة جدا جدا. خلي بس اكتبها وقال لكم ايه قصتها? خلي بس نقول مسلا هنا تمانين ستين. اه على تمانين. ايه بقى القصة دي? تمانين ستين ده البورت اللي انا هنادي عليه من البراؤزر. يعني ايه? يعني انا ما افتح البراوزر كده دلوقتي واقول له بعد اذنة اخشتنا على حاجة اللى اللوكل هست. عالبورت اللي اسمه تمانين ستين طبعا? البورت التامين ستين ده انا بقول للدك lleva هنا خلي بالك او بقول له لما شيino بتاعتين لما هنادي عالبورت التامين ستين اعمل لي فورور د او І satpouse لي الريكويست هيجيي هانا واديه على الانجن Неكس واديه على البرت تمانين تمانين في الامج كونتينر ده. طبعا? فبالتالي اللي جاي على البرت ده هيروح على الانجنكس دلتاعي. طبعا? فبالتالي هيتعمله ويدينا تشتغل. طبعا? طيب. اه دلوقتي لو بصلنا هنا هلاقي ساهمين. اللي بتساهمين شايفين اللي اللي ظهر لما وقفت عليه. ده اللي هو هيرنه. طبعا? فانت لو مش عايز تستخدم الاسهم بتاعتنا دي او مش عايز تستخدم اللي احنا مشغلينها دلوقتي حالا. كل اللي عليك انت هتبت تفتح الترميل والتعبت تبت تبت هيشتغل عادي. كأنك انت دوست على الزرار بالزبط. بس احنا همدوس على الزرار عشان تبقى الدنيا واضحة بالنسبة. المهم اتبقى ندوس على الزرار. هنقفل دي. طبعا هنا بيطلع لك هو بيطلع لك هنا تبقى طبعا? لو انت عايز تشوف اكتر ممكن تخش هنا هتلاقي بتاعتك هنا. هتخش على بتاعتك ايه? هتطلع لك بتاعتها بالشكل انت شايفينه كده تمام? لو فيه environment variables هتبقى هنا. بس على البربيرتست. بس على البرت بايندينج. هنا على البرت اللي هو تمانين ستين. بايند على البرت تمانين. ودي لو فيه فاليوم هنعرف يعني ايه فاليوم كمان شوية. وهنشتغل عليه طبعا. وفايلز لو فيه فايلز تمام? المهم. ده بالنسبة لبلوجين اللي بتوفر لنا حاجة كتير جدا. طبعا هنا ممكن هنا انت كمان تعمل هنا تخش هنا على الكنتينر نفسه وتشوف حاجات جواه وده هنستخدمه برضو قدام لما نيجي نعمل طبعا? ده اوفر فيو كلا سرية على البلوجين دي. المهم لو دفحت البراوسر تاني هقوله هنا بقى بعد اذنك تمانين ستين هيشغل لعادي الانجينكس ويقول لي الانجينكس شغال اهو زي ما انتشافين كده. طبعا? فدي كانت اول ستيب ان احنا نرن الانجينكس على الليمب ستاك. الدرس الجاي هنشغل المي سيكول. ودرس بعدها هنشغل البيت بي. واخر درس ان شاء الله هنرن الارفل. شوفكم الدرس الجاي. السلام.